أهلا بكم في جوشو بنفكركم مرة تانية تشتركوا في قناة جوشو على اليوتيوب وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم دايما جديدنا أول بأول وأي حاجة نزلها على القناة نجيلكوا بها إشعار ده رقم واحد رقم اتنين بنفكركم تاني بعدما الحلقة ما تخلص هتلاقوا في أول لينك تحت البس المباشر للتلفزيون العربي والتغطية المميزة في أحداث غزة أهلا بكم في جوشو في فترة الأخيرة الأوضاع في العالم ما بقتش تطم جنوبا حرب دائرة في السودان وكل يوم ضحاب تزيد غربا انقسام في النظام الليبي وتحالفات عالمية كل كم دولة بيقيده كم طرف شرقا كلنا عارفين حرب غزة اللي كل مدى ما بتقرب مننا وخلاص يعتبر دخلت على الحدود عندنا واحد كل ما يحاول يطمن نفسه برضو يقلق لقدر الله لو الموضوع من أي ناحية تلطينا فيه موقفنا يكون ايه تبص على الأخبار تتطمن استراد أسلحة وصفقات بالملايين بتتم على حساب الشعب مش مشكلة ساعتها مش هم الأكل مهم بس ندافع عن نفسنا وعند الأرض الموضوع بقالي شغلني وخلاني كل يوم أسأل نفسي عشان اتطمن كده وبالي يرتاح يا ترى اللواءات بتوع الجيش عندنا بيستعدوا ازاي هالجهزين عشان يواجهوا كل المشاكل اللي حوالنا دي أهل الخبرة في الجيش موجودين فان دلوقتي القوات المسلحة هي اللي بتقود معظم المشروعات للستراتيجية وده ليه؟ لأن الدنيا ظلمة وما فيش ارهمها ما تعدوش تدفل سيفوه ما فيش حد تاني اللواء خيرات بركات رئيس الجازة مركز التعبية العامة والأحصى سيادة اللواء أركان حربه محتار عبدالطيف رئيس مجلس إدارة شركة الناصر الكومويات اللواء عصامي بيدوي ليه شركة السكر وصناعات التكملية اللواء ياسر محمدي العضو المنتدب لشركة حسن علام الشركة المصرية للتعدين اللواء عبدالسلام شفيق رئيس مجلس الإدارة سيادة اللواء الدكتور المهندس علاء ناجي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة قهة للأغذية العميد محمود السعدني الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجي باللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية سيادة اللواء مهندس محمد يحيك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي رئيس الاتحاد المصري للدارة سيادة اللواء يحيك عبدالقدر هو فيه ياجد عاد ده مفيش ولا قطع في مجال في البلد إلا ورئيسه اللواء معقولة هتخيل كده تبقى درست مجال معين وقضت عمرك كله تشتغل فيه وبتجبر وبتترقق وخدت خبرة عظيمة بس يتيجي لحد منصب رئيس المجال يقول لك بسيلي يا أستاذ أنت مش كفء كفاء أنك تمسك المنصب ده يا سيدي خبرتك على عيني وعلى راسي بس معلش سيادة اللواء في شبابه كان بيعمل متضاخ ودي حاجة تأهلوا ليعمل أي حاجة بعد كده وبعدين إفرد يعني مسكتك رئيس الهيئة بتاعتك وجيت أقول لك بقى على قرار عشان تنفزه أكيد بقى وقتها تقعد تنقشني بالحجة والمنطق والعلم ودراسات الجدوى وتفرهضني وأنا مش ناس فرهضة قالتك شايف الفرهضة اللي عملها فينا الدولار وده ليه؟ ليه إن الدنيا ظلمة ومفيش غرهمة عندك حق يا فاندم والله بس يا الجملة نقصة حتة صغيرة الدنيا فعلا ظلمة لإن الكهرباء بتقطع كده الجملة أصبط وخلينا نقف تاني عند جملة مفيش غرهمة لإن واضح كده إن مفيش غرهمة فعلا لأ السادة اللي هو قد فعلا مسكوا وأسئة كل المجالات ده أنا حاسس أصلا إن فيه مناصب يخترعوها عشان يمسكها لول قيس الاتحاد المصري للدارس دع في دي ماشي دي لايه أكتر أصلي التنشين ده لعبة اللوقات وبال كده ما نلاقي اللوقات الاتحاد صراع البلابل وبعدين ما عليش أنا كنت عايزة تسأل سؤال هو إيه ده اللواء الدكتور المهندس يعني ليه لواء يقب في مكان زي ده يعني تحس إن فيه حد هيدخل في الكادر كده يقول له عمو عايز تومني لانشون وربع رومي تمامي عمو لا وموسعين المسافة بين كل منتج والتاني حركات ماركتنج صايحة قوي بيعملها الكشك اللي تحتنا لما بيقى ما عندهش بضعة كتير الرئيس التنفيذي للحوم والدواجن أصلي بيدا هيمسك اللحوم والدواجن غير لوقات لا الفراخ دي لو سبناها لأي مدني مش يعافي سياتر عليهم ويعدوا بقى يتقاكوا ليل نهار وهتبقى فوضى لكن اللواء أي فرخة هتقاكي هتترمي في قرب قفص أمال أنتم فاكرين الفرخة لما بتتحطى على الميزان بتكون سكتة ليه ما هيخايفة من سياتة اللواء البيض ينزل للأمر المباشر بيض يا فرخة بقى هو ده الاستعداد اللي شعب هو منتظر وسط الحروب اللي حولاناً هذا كلها بس بلاشنا تصيب دول كان منصب كده على كم جهة توزعوا كان هي تخدمة للمجهودات اللي عملها اللواءات دول وشكرا لكن باقي اللواءاتها فين بقى سيادة اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري المصرعة سيادة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدلية سيادة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي بالرماية سيادة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف سيادة اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي معلش أنا بتأسف لكل المتخرجين ومستنيين وظايف انت آه شاطر وخدت امتياز بس سيادة اللواء خد نجمة حيث دول دخلوا في مجال الرياضة كمان رئيس الاتحاد المصري المصرعة أنا معرفش قصد مصرعة عادية ولا أصرع على السلطة وبعدين تحس ان اللواءات في منافسة بينهم على الوظايا بيعلوا على بعض في المناصر لو أنت رئيس الاتحاد المصرعة طب ايه رأيك بقى أنا رئيس الاتحاد المصر لقوال بدنية كل القوال بدنية مسارعة بقى رفع أسقال بص لو في حد بلعب رست أنا رئيس الاتحاد تيها قل لي في حد حرك عضل أزيادة عظيم وبعدين أنا كنت عايزة أسأل الأستاذ ده وهو حضرتك رئيس الاتحاد تعمير الساحل الشمالي آه لأ الموضوع الساحل طبعا مش فيه ساحل طيب وساحل شريض مفيش مشكلة لما يبقى فيه ساحل رقيب وساحل نقيب وساحل على وجه ترقية والأستاذ ده رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كل المصايف لأ معهم حق ايه يا جدعي المصايف دي بالذات بقى محتاجة شدة وحزن كلنا عارفين البحر غدار والغدر ده محتاج واحد عسكري مرحنك يقدر يتلاعب بيب استراتيجيات معقدة عشان طوقة تحت أمرهم مال ايه ايه أنا بس بقلوم عليهم في الهيئة الهندسية مش موجودة عشان تشرف على الحفر والأسور اللي المصايفين بعملوها على الشاطئ خصوصاً لعالة الصغيرة بيعملوها أسور فلا محتاجة إشراف لأ حرب ايه بقى وعدم استقرار ايه اللي حوالينا احنا دلوقتي مش لقين وظايف معادش فيه حاجة موجودة لكوادر الشعب يشتخلوها لما يكبروا وحتى لو عندهم خبرة أي حد بعد الستين إن شاء الله يشوف له بقى فرشة خضار ويسرح بيها في أي ريف يلقط رزقه سيدة اللواء أركان حرب المهندس عمر عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد سيدة اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأرمان اللواء دكتور مهندس أحمد فاهمي فرج مدير عام شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء المحترم جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سيدة اللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأخراط اللواء محمود شعراوي وزير تنمية المحلية واللواء خالد عبد العالم محافظة القاهرة راحوا سوقوا العبور لا ثانية واحدة ثانية واحدة اللواءات مستوى سوق العبور لا بقى ديكوسا حرفيا لا بس اللي علموكم بقى اللواءات أنسب مكان لهم بيبقى سوق العبور ليه؟ أصليفرد الطماطم بايت مجنونة من يسيطر عليها؟ معلش يعني أنا باسألكم بعد أندو الوصل لسوق البورصة مش هيوصل لسوق العبور بصراحة لو فضلت عد كل المجالات مش هاخلص كلها حاجات حتى ملاش علاقة ببقى عايز فيه؟ في الزراعة هتلاقي عايز في الأعمال الخيرية موجود بس أكتر منصب كان بيعبل عن المرحلة كان ديه بصراحة رئيس المحطات متعددة الأغراض ده اللي نقدر نقوله بالزبط على السادة اللواءات هم رؤساء متعددين الأغراض اللي هو من دول عامل زي ليسويس نايف كده لو فتحته هتطلع منه خبرة تخليك تقود أي مجال بعدين يا جماعة منتو عندوكم المصانع الحربية يعني إصلاحة أسلحة تحمل وطن مصانع لها هيبة محتاجة منصب هيبة اللي وقات المفروض يمسوكوا المنصب ديه سيادة اللواء أركان حرب تيمور أبو المجال أهلا بحضرتك معاني يا فاند أهلا بحضرتك وشرفتيني أهلا بيك كلمني بقى عن الشيء العظيم اللي احنا في ده ديه تلات مصانع منها مصنع للبسكويت ومصنع للمكارونة ومصنع للمخبوزات أي بالإضافة لسلع أساسية أخرى هي آآ مصنع للبسكويت المغطس والصب فكرنا نحن نضيف سلع أساسية أخرى منها مصنع الحلاوة اللي حضرتك مشرفان فيه الوقتي الحلاوة والطحينة أقل عالجدية لأ الحمد لله أنا جاء حد ينقذنا من عصر النواعم دية لأ بعون الأي عدو يحاول يقرب مننا سهلة جدا نخلي إيده تلزق ومش بقى أي سلع مصنع الحلاوة اللي حضرتك مشرفان فيه طبعاً دي سلع أساسية بالذات لو ربع الشعب المقبوض عليه ومختفي قصرياً ومش بس بسكويت يا مواطن مصنع للبسكويت والمكارونة والمخبوزات يعني بص شوح حتة لحمة كده وتبقى واجبة غزئية متكاملة مشوف كده البسكويت بتعمل زي بص كده المكتوب فوق تحطي لها الخميرة لأ تدخل نار تحيا مصر تنفش لوحدها أنا من زمان شايف إن البسكويت ده هش وطري زيادة عن اللزوم كان فعلاً محتاج لوا يمسكوا عشان ينسفوا شوية والمكارونة كمان ملوية كده وبتلفوا بالضرحة وليه نفسيها لا إحنا مش نقصين الارتباك في المرحلة دي أنا عايزين المكارونة بتاعتنا تبقى سباكتي وصلبس الألف وعجبني أكتر الاهتمام الإعلامي بالحادث ده لا لو سبحتم أي تهديد على حدودنا يستنى شوية خلا نعرف أكتر عن البسكويت ده يا جماعة أنا شايفة إنه فيه تلت أنواع للبسكويت إحنا هنا في منتجات إحنا بنستهدف بيها السوق المحلي استهدفنا كل الفئات العمرية تمام أضفنا السنة دي فئات لمجابهة المستورد منتجات متنوعة عبارة عن ويفر أو بسكويت بالبلح أو بسكويت سادة وصلنا لعدد سبعة وثلاثين منتج حتى الآن هايل هايل بجد ده إنجاز يستحق السأسأة هو ده التطوير اللي كنا بندور عليه واللي محتاجينه في المرحلة دي أصدفوست الظهور الصناعات اللي عندنا في كل المجالات قد تكون صناعة البسكوت هي المنقذ لنا في الأزمة الاقتصادية دي سيادتي اللي هو مسك المصنع وهو نوع بسكوت واحد دلوقتي بقى سبعة وثلاثين نوع بسكوت ولسه هنشتغل على بسكوت أرض جو بحش كريمة جوز هند هتاخد قطمة هتحس بانفجار الشوكولاتة في بقى وشغالين كده على بسكوت ممتاز جداً موسيل للعاب ما هي تل حرب النعمة يا أستاذ عزة؟ ومش بس كده استهدفنا كل الفئات العمرية؟ بطلنا نستهدف العدو بينا بنستهدف الشباب بكتاكيتو بص الأول البسكوت كان للصغار كان بالسن بس ده اللي كان سيئة في العالم كله إنه ما إحنا دلوقتي الحمد لله اشتغلنا على شخصية البسكوت أكتر وما وعد تدريبات والقرصات لحد ما شخصيته كبرت ونضجت والكبار وياخدوه بجدية وياخدوه الحمد لله لأ عرفنا أكتر إزاي تعبت عشان فعلاً توصل للمنصب ده لمجابة المستورد؟ مجابة الإرهاب دي بقى اتحدقة جداً لكن مجابة المستورد مسكرة كده ولذيذة أود بس أنا برضه حاس إن المزيعة مش مدية للحادث الأهمية الكافية يا أستاذة عزة مش حاسة كده أن في سؤال مهم اللي بفروض يتسئل لأ سيبنا من الحدود ومخطرها لأ مش اهتماماتنا دلوقتي مش يسألي سيادة اللي هو هل وجود مصنع البسكوت ودخول الجيش في كل المنتجات دي مش هيأثر على القطاع الخاص؟ هل هيموت المنافسة؟ هل هيأثر على المواطن؟ أرجوك يسألي الأسئلة المهمة نسيت وإحنا في مصنع اللبن أسأل حضرتك سؤال مهم اللبن بقى ده بتجيبه منين؟ صحيح منين؟ نكونش من ضلع الوطن يا أستاذة أو من صدر الأمة يا أستاذة عزة أو جبنا لما كسبنا الحلب العالمية الأول وبعدين المواطن المصري بتحلب بقى له عشر سنين بدل ما نرميه قلنا بلاش نبكى على لبن المسكوب ونحاول نستفيد منه لأ عاد يا أستاذ عزة لأ ما جاتش على دي مالبهين كتير ولا إحنا بقى هنجي في المعزة ونتصدر أيوا كده هي دي الأسئلة اللي حساسة بصحيح أنا من زمانه لنفس أعرف اللبن ده بيجي منين؟ يعني أنا حومة لما شفت اللبن بيتزرع أو اللي عرفه مثلا هو مش بيتصنع قلنا بتجمي نين يا كدعان؟ إيه هي الجنة الخفية اللي محدش يعرفها اللي بتطلع لبن؟ هل بنستخرجه من بطن الأرض؟ هل بنجيبه من الفضاء؟ أم من أعماق المحيطات؟ وعلى فكرة أسياد اللي هو ما ردش عليها وراغها كده في الكلام ومدهش عقاد نافع عشان يبقى السؤال الوجود يبقى زنة كلنا؟ يا ترى اللبن ده بيجي منين؟ وأنا حسي أفتح الموجال بقى للمناقشة دية دلوقتي معاكم أرجوكم اللي عنده إجابة يبعت لنا في الكومنتات عشان يقدر نحل اللغز ده يا ترى اللبن الأول ولا البقرة؟ استلونا أهلا بيكم مرة تانية أنا الفقرة دية مش جاي أقدمها لوحدة أنا النهاردة يعني حاجة سبيشي الكيس كده معايا صاحبي اللي منورني من سوريا بخرج البرنامج أهلا بيك يا أمان أهلا بيك في مصر يا ابني مالك الآن كده ليه؟ سمعت بالفيديوهات بدني مشهوا اللعجيئين مشهوا ايه؟ اللعجيئين لك أنا يا ابني عيب يلا أنت بلدك التالي لعنا أنا في مصر لما بنقبط في حد في الشارع بنقوله ايه؟ نقوله سوريا شوفت في بلنا على طول أنت وأنت الأصل عندنا عيب عليك الكلام ده؟ ده لي مشهونة ايه؟ ده لي مشهونة إن شاء الله يا العظيم انت هاي أول ليه؟ انت هاي لها هنا في حماية يا لها انت بلدك لمصر يا لها ده للأرض لو مش هتتاكش أشيلك في قراصي أخواتي يا لها فيه ايه؟ شاكله لسه مش بصدقني يا جدعان طب بص أنا هجيب لك عينا عشوية كده من المصرين الجدعان قوي صحابي كلهم شانا أثبت لك إنك وطنك مش ضايف مصر بتصطليف أكثر من 9 مليون بني آدم من 9 إلى 10 مليون لاجي 10 مليون واحد زيادة 4 مليون سوداني مليون ونص سوري جاءت لناس من اليمن جاءت لناس من السودان مليون ليبي مليون يمني 600 ألف سعودي غير الأفارقة من إيريتريا وأسيوبيا والصومال وأنا لسه ما كلمتكوش على بتوع ناجيريا اللي موجودين هنا اتمتعوا بالتعليم يروحوا مدارس مصري اتمتعوا بالصح مستشفيات مصرية مستشفيات ومدارس وجامعات حتى الإجارات غلية في مصر دلوقتي آه غلية لدرجة إن انت المصريين مش عافين يشترووا شقق بنلاقيهم في محلات بنلاقيهم في مولات بيستهلكوا سلعك وبيستهلكوا موارد ده بيأكلوا كل يوم بيشربوا كل دقيقة لو بياخد شغل المصري كمان فاحنا كمصريين بندفع فاتورة إن هم قاعدين عندنا واستهلاكوا خد يالك على هنا خد يالك كده كده يا صحابي يا جدعان يا مصريين تكسفونا قدام صحابنا بس ايه ده وطلع كل اللي احنا فيه ده بسبب اللاجئين حسب الله نعمل وكيل فيه ده كويس اللي جري نا نقصيب فواتير وأنا اللي فاكر إن فواتير الكهرباء والغاز والإنترنت تزادت بسبب سوق إدارة الحكومة اللي إنه نص سوري طلعت زيادة التومية كده كده يا سداني تزود الضريب كده يا ليه بتحوجنا لصندوق النقد مش كفايا عايشين وسطينا وسهبينكم بيأكلوا كل يوم بيشربوا كل دقيقة بيشربوا كل دي ايه بتاكلوا ملوحة ولا ايه ما تاخدوا الجمل قدوة بيشرب مرة كل شهر يعني مش كفايا بتاكلوا كمان عايزين تبلعوا دي البجحة دي أه 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 يا ساعة شوفوا لي يا جدعان كده حد من اللاجئين بيتنفس برا شكلوا بسحبوا الاكسجين من الهواء يا جماعة ما ينفعش نضغط على الحكومة أكتر من كده لأ أي لاجئ بعد كده يوصل مصر ييجي باللانشي بوكس بتاعه قطلوا تستغلوا مصر يا لاجئين متعوا بالتعليم اتمتعوا بالصحة صح نحا شايفين القطة اللاجئة داخلة مستشفياتنا بتعمل ايه؟ بتعمل تنحيف وتنضيف بشرة على حساب الدولة كل ده على حساب الدولة ولا التعليم بقى ما ولكوش على التعليم لازم بعد كده كل لاجئ يقعد على حجر زميله من غير ما يدفع أجرة يا طرى بوسته ايه تاني في البلد يا لاجئين المصريين مش عايفين اشتروه شوء معقولة؟ يعني ما طلعش عشان قيمة الأجور ثابتة مقارنة بالتدخل وعشان زيادة أسعار مواد البناء كلها بتسبب سعره الدولار اللي بيزيد؟ طلعوا حساب اللاجئين؟ أيوا صح صح أنا شفتهم قبل كده بينحطوا في الصخر وبيصفوا الطراب ما كل دي مواد البناء البلد محتاجاها بقى في كل مكان العلم نايس يقول إن مكتوب من قروطهم لاجئ ومش هشوفها إلا المصريين بجد مين تاني يا جدعم موجود معانا؟ سلتوا بيت ألف في سعودي؟ كمان ثاني يا واحداج ثاني يا واحداج بنعتبره لاجئ ونشايله مشاكل مصري معانا؟ وعداً يعني سوق إدارة الدولة اللي شغالي النهار عادي ومحل الشاورما اللي فاتحه واحد سوري هو اللي خلاص يهد اقصاد البلد؟ لا أنا مستغل بردة فعل الإعلام المفاجأة دي مرة واحدة كده بقى فيه هجوم منظم على اللاجئين؟ طول عمره ما عايشين وسطينة ومحصلش أي مشاكل ليه مرة واحدة كده قلبنا عليهم؟ إحنا بحتاجين حقنا بقى في استضافة اللاجئين لأنه ما ينفعش أبداً نتحمل والأوروبيين قاعدين يتفرجوا علينا لازم الدول الأوروبية ودول الغرب كلهم يدعموا مصر وعلى الزعماء الأوروبيين أن يعوذ ذلك جيداً أخد 18 مليار دولار سنوي عن اللاجئين اللي موجودين عندي في مصر لأنه الماليين دول ما كانوا يش في مصر كانوا روحوا أوروبا افتحوا الأبواب واخدوا الناس عندكم انتوا أغنية مراكبها أحملها ودها لكم على أوروبا أنا من حق أعمل كده قابلوا بقى تقابل أوروبا لأنه الهجرة غير الشرعية عندنا هجرة غير الشرعية هتخرج من مصر اللي هتروح على أوروبا على طول إحنا مش بنقول لو مصر المصريين هجروا لها دي قصة تاني نفس القصة ما هو تعديد البحر بها الشعبة عشان لما نقول عندنا قضية كذا تقفوا معنا تقفوا معنا فهمين ولا لأ؟ والله إحنا حاشينهم معانكم بالعافية إحنا هنشرع عن المراكب الغير الشرعية إن شاء الله لو ما دفعتوش والله نسيبهم عليكم ما هنتم فاكرين شهرين الغواصة دي ليه أي حد لاجئ في مصر هنسفروا على أوروبا لو مصر المصريين هجروا لها دي قصة تاني مش قصتنا دلوقتي أنا بنتكلم على اللاجئين اللي عايزين أصدهم فلوس إنما التانيين دول أكتر ملهمة على القلب سلام عليكم حبيبي عليكم السلام كيف حالك؟ أهلا وسهلا حبيبي خيو أنا سوري لاجئ وبيدي أسافر مع المصريين حبيبي السوريين آسف حبيبي اللي هم مسافرين رايحين على أوروبا عشان طلع ميت يهني هون حبيبي ولا أنت لاجئ إلا عيب باشا لاجئ سوري من حمص بجد ياس طب ازبط أه أبو عمار شاورمي تبولي أه إيه حمص سوري باشا هت بطاعتك كده هت بطاعتك سوري 17 جس السويس المطرية يلا 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 ويمرسى من عباس سوري يلا يلا من هنا يلا لا لأ بجد أنا مش ههم الأوروبيين دول إعلان ما أحقه والله يعني أنت عشان اكحين اقتصادياً ومعندكوش مشاكل متقفوش معنا يعني وتاخدوا لاجئين أو تبدونا فلوس ده أنت معندكوش شطفات والمفارين ما يقد كده وإحنا اللاجئ بيشتب كل دقيقة يا جماعة إخواتنا اللي جايين دول يعتبروا مثلاً أيدة عاملة وقوة بشرية ممكن نستغلها يقول بيعملوا مشاريع وبشتغلوا في التجارة والتصدير يعني ماشيين الاقتصاد معانا مش الأحسن نساعدهم ويساعدونا بدل ما نهاجمهم مصر فتحة أحضنها لجميع اللاجئين تسعة وربع مليون لاجئ من جنسيات مختلفة على عيننا وراسنا ما بتسميهمش لاجئين سميهم ضيوف ضيوفنا وحبيبنا وإخواتنا لأن مصر دافئة مصر دافئة وحاضنة خرج من بلده بلده أصابتها مصيبة السوريين اللي راحوا ألمانيا خدوا جنسية وعايزين يجوا مصر تاني طبطبوا عليهم حسسون بالطمأنينة حسسون بالألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية لأن ما فيش حد بيقعد في أرض غير أرض وما بيتفعش أهلا بيكم أهلا بيكم ده أنتوا إخوة أنا لما قريت الرقم شفته حتى رقم متواضع الألف دولار بالنسبة ليه واحد عايز يتمتع بالدولة المصرية ده أنت يوم ما حاربت أنت حاربت معاه الناس اللي موجودين في مصر خاصة السوريين والله دول الأقرب إلى القلب كل مصر أنت بتاكل عندي بتشرب عندي بتستغلي طرقي بتستغلي خدماتي بتستغلي صرف الصحي بتاعي المية بتاعتي يعني يا أصطى الخ**ة ده أنا حاسب اللاجئين على البيبي كمان يعني اللاجئ في مصر عشان يخرج اللي في بطنه لازم الأول يخرج اللي في جيبه معلاش بقى لاجئين تحريد سعر الصرف الصحي من شروط صندوق النقد بعد كده البيبي بقى ماشي في مواسير الصرف الصحي فأمان كده فجأة إيه نفسه واقف في كارتا بس ياه من زمان كان نفسي نوصل للمرحلة دي أخيراً عملنا للخ**ة سعر بس حلوة حلوة الأفكار قلبنا المصريين نقلب الأجانب بقى اللي موجودين معانا واحد عايز يتمتع بالدولة المصرية بزاب اعتبر الألف دولار دي اتنفقت متعة لأ نحن عايشين هنا في مصر مخلصين فلوسنا على المتعة اللي بتفرض علينا الحكومة وإنسى بقى كل اللي قلنا عليك قبل كده ده انت حبيبنا بنلاقيهم في محلات بنلاقيهم في مولات يا باشا يا بضع براحتك المحلات محلاتك بس لو ينفع يعني يتحسب بالدولار نكون شاكرين جدا إيه إيه لما تشتيري بوكسر قوتونيل بالدولار بيأكلوا كل يو يشربوا كل دقيقة لا ده ده مش معترض ده خايف على صحتكم من السمنة بيقولك يعني نظام رجيم اللي هو قل الكرب وزو الدولار بقول لكم إيه مش عايز اسمع كلمة لاجئ دي تاني من أول وجديد آه انت ضفنا يا لا ولا انت وعد مننا وهتدفع زينا إن شاء الله انت بتاكل عندي بتشرب عندي وما تقوليش بقى أنا بدفع حسابي الأكل والشرب لا يا معلم والأكل والشرب ده مش هيروحي الصرف الصحي في الآخر تستغلي صرف الصحي بتاعي شوف لفت لفت ورجعت لي في الآخر لا لو مش عايز تدفع بقى يبقى تاكل وتشرب هنا وتعمل بيبيه في بلده آه بس شوف في حنيت الحكومة لقيت لاجئ تشرط من بلده بسبب ظروف حرب خارجة عن قراته تعالى يعني بس تعالى على الجنب هين وعد يلا ما تخافش يلا تشرب ايه تاكل ايه تحب التعاليك فين؟ عايز حاجة تانية حبي بقلبي؟ لا ولا يهمك حاط يلا خد الفاتورة ايه قال لك متعة طب بص احنا المصريين شوف كل الطرق والكبار اللي عندنا ديت وطريق المتعة لسه مش عارفينه يا جدعان ركزوا انتوا بتعاملوا مع مين؟ كلمة لاجئ ديت معناها النوب يلجأ لنا يعني بدل ما نمديلوا ايد العون نمدي ايدنا في جيبه وليه أصلا ما صدرنا من الفلوس يا مثل نستلاف من صدوق النقد يا من بيع اصول وممتلكات الدولة يا من تحولات المصريين اللي في الخارج يا من اللاجئين يا مأجان المقيمين ليه ما عندناش زي اي دولة مصادر للدخل من الانتاج والتصدير من الصناعة من السياحة من التجارة يا رد الحكومة تشوفوا الافكار اللي جوا سندوق الأول عشان تقوم اقتصادنا شو هي المميزات للحصول على الجنسية المصرية؟ من فوائد الحصول على الجنسية المصرية قدرة على فتح حسابات بنكية بسهولة ويسر وعدم الحاجة لوجود شريك مصري عند فتح الشركات كمان مصر واحدة من أكبر الأسواق العربية والإفريقية بتعداد سكان أكتر من مين مليون نسمة كمان جواز السفر المصري بيأهلك للحصول على تأشيرة الـ E2 وطبعا الاستفادة من خدمات الصحية والتعليمية كمواطن مصري على فكرة إحنا أصلاً مش معترفين بالتصنيف ده العلم في الراس مش في الكراس بالله عليك الجرين كارت بتاعك في أمريكا ده يعرف يعمل لك كده؟ أتحدى لأ دي حاجة كده لعشاق الطبيعة والحيوانات دماجنا البطري بالبشري يبقى قاعد كده مستنى الجمل يخلص كشف عشان تخش بعديه انت مش فاهم أصحاب الشركات هنا عندنا في مصر مدلعينهم إزاي؟ بنسفرهم برة رحلات على طول أول بأول بس أنا عندي سؤال إنتوا ليه جايبين لبنانية تقنعنا بالجنسية المصرية؟ شو هي المميزات؟ يعني كل المصريات اللي جبتوهم ما كانش عندهم مصدقية فجايبين بقى لبنانية اللي هو مش إحنا بس لبنعاني لبنان كمان لا بس أحسن ميزة شفتها إنك تفتح حساب بانتي وضع بقى شغل تحت البلاطة اللي جايبين من بلدكو في الغرب ده ليابا إحنا هنا مئة مليون ما تخدعش بالأرقاب أوكي إحنا مئة مليون جوه بس ربنا ما بمزجنا ولا تنخدع بالصور لا لا دول مش برجين ولا حاجة ده البنك الأهلي بقولك إيه سمعت عن شهادات 27% الجديدة اللي منزلها؟ اعملها وفلوسك هتخسر 20% احسن ما تخسر 50%؟ أوفر يا باشا صدقني بس اللي يلحق يلا لو علي بادعم الموضوع ده 100% عشان فرصة يعني الحكومة تنسى شوية المصريين وتركز مع الأجانب الجداد بس واضح كده أن أفكار الحكومة اللي جوا الصندوق خلصت بصراحة بس يا جماعة طالما اللي أخضر ده في كل المويزات دياته طب ما تيجوا مجرب كده ونشوف ده خلي يا ابني كده أول زبونا عشان نقنعه بالبسبور يلا اللي أخضر يلا اللي أخضر الصابح هتحود أخضر تدفع أخضر يا باشا أهرب أرد باشا حبيب قلبي هاواريو؟ جود ايهير اباوتت ماذا؟ تاك ديس خد دول أنا عايزة أتمتع في مصر صدل ألف مبروك شكرا شكرا أنا عايزة أتمتع متعني اديني اديني تعاليم بفلوسي اللي اديتهالك دي خد ايه ده؟ بس كده؟ هو ده المنهج في مصر؟ المنهج يا باشا ده تسريب الامتحان تسريب؟ يومين ليكينج؟ اه اه اوكي مدية الميزة اللي عندنا احنا مختلفين على الآخرين اه اه اوكي اه اقول لك حاجة تانية متعني اه متعني اه متعني خد دول كمان أنا عايز صحة اديني صحة خد ايه ده؟ ايه ده حضرتك؟ ده ده دبلوم سنايا ده اه ما احنا يعني جابت لك حاجة نظيفة ان شاء الله يعني يعني يعشان لو مخك سرب ولا حاجة يربط لك بطابة ايه ده ايه ده؟ يعمل لك بسامولة اه ما انصدقني لا 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 كده مش هينفع خالص لو سمحت اديني فلوسي لديتها لك كلها عالجازمة بعد ايذنك؟ خد فلوسك جنيهات اه يا أستاذ جنيهات؟ اما ليه؟ لو سمحت انا اديتك دولار اخد دولار لا يوبا الكلام ده انك عند امك في نيويورك هتخدهم 30 ألف جنيه روح اشتري من السوق السعودة ب70 يلا تراك اخدها بقى سوري تراك قبعدها باشي يلا انت أمي؟ وبعدين ما عليش يعني مش انت يا جنابي عايز تعيش معنا وعايز تتحسب زينا وتأكل وتشرب زينا خلاص خلاص تفضل خد الجنسية خد معاها تجربة المصرية كاملة تجربة بإذن الله ده ما شفت كلها مميزات انت ولد نصاب ولكم تو ايجيكت اوها خد خد الأخدر بتاعك بقى له واشرب ميته اوها اتر بيك هدا حرام عليك كان بصبور بتاعنا الأخدر الجميل ايويل تليو سانسينج قول كما قال اي نسي بيد تبا لك استنون اهلا بيكم مرة تليا التطور التكنولوجي كل يوم بيتقدم عن اليوم اللي قابله بدرجة مرعبة ايه اللي بيحصل يا جماعة ده احنا لسه من اليومين كنا بنبعث لبعض بوس على الياهو فاكرين نا النهاردة ممكن يعني من قمة كده التطور التكنولوجي مثلا يشيله وشة ويحط وشة حدي تاني بتديب فيك تخيأ ها الموضوع بقى كبير قوي كل يوم عمال يكبر عن اليوم اللي أول يا يوسف عيب ده دلوقتي بيقول لك كل المعلومات اللي انت عايزة هتقدر تجيبها من شات جي بي تي بس انا بصراحة يعني عملت سيرشي سريع كده شايف مالوش لازمة شات جي بي تي ده بيعمل ايه ده بيرد رد مبرمج وبيجمع معلومات عنك عهد يا اهل مخبر عندنا في مصر بعملها قالك خبر تاني إيلوم ماسك عامل عربيات بتتسابق لوحدها انتو غلبة قوي مش بيعيد بعد كام سنة العربية الاوتوماتيك تغمز الزبط بعشرين جنيه عشان يعديها قالك وقع افتراضي روبورتات بالذكاء الاصطناعي شرائح طبيعية مزروعة في الدماغ بتساعد في امراض الدماغ حمدتي انت مش محتاج شريحة انت محتاج مصر بورد كاملة المهم التطور العلمي والتكنولوجي تطور لدرجة ان فيه شركة عارفة تستخرج الميا من الهواء تخيلوا عبوا الهواء في ازايز حرفيا بس لأسف اسرائيلية حتى الميا بيعملونا تهجير من الهواء والذكاء الاصطناعي ما اتطورش في الغربي بس عايز اقولكم ان الدول العربية خلاص هتبقى مرواد الذكاء الاصطناعي وان شاء الله ننفسهم كمان مش هما عملوا الروبوت يقدر يكسبك في الشطرنج اكيد نقدر نخترع مرشح روبوت رئاسي يقدر نافس ويكسب في الانتخابات ولو ما نجحش يعني البطارية ان شاء الله تعيش معها جوه السجن بس مع تحطنوا بالذكاء الاصطناعي البشريا قسمت مصين نصه شايف انه ممكن يكون فيه خطر على البشرية في المستقبل ونصه شايف طالما بيسهل حياتنا اليومية فنفيش منها قلق انا قلت كده اخد بلد عشوائي من على الخريط اشوف ايه رأيها في الموضوع ده دورت كده في الخريطة وقفيتلي عند سوريا مش عارف ليه اكيد فيه رسالة من وراء الموضوع ده يا ردبة اللي هناك في سوريا قلولنا الذكاء ده ايجابي ولا سلبي الذكاء الصنعي حاضر مو بس بالخيال العلمي او بعالم الميتافيرس نحن شئنا ما بيناه الذكاء الصنعي صار واقع الذكاء الصنعي رؤية جديدة يجب ان يتقلم مع العقل البشري بس يترى شو المقصود بالذكاء الصنعي الذكاء الاصطناعي فيل يقتحم بيوتنا شوارعنا ومدارسنا الذكاء الصنعي هو خالي من العاطفة مش طارة ولا ابتكار تخوف من الذكاء الاصطناعي طيب نعنا نتقد للذكاء الطبيعي انا ريت عنه منيح وتابعته منيح الذكاء الاصطناعي حدا بيحاكي قطعة حديد حدا الزكاء الاصطناعي يأخده مني حيحل محل البشر وحيلغي شيء اسمه البشرية لا لقد كشفونا السوريون لانه انا بقلد الاسوات لحالي وبدون كمبيوتر طبيعي كل السوبر هيروس بتكون بشرتهم بيضا فهو خلص حكم انه كل البشرة البيضة هنا المناح وكل البشرة السودة هنا النسي ايه بك؟ ايف؟ انت بتخيل بقى احلى روبوت فاسد او روبوت عم يسرق او روبوت عم ياخد رسوة؟ ليس فقط الزكاء الاصطناعي ما هيتطور انما زكاء البشرية بيمته يأخذ منح جديدا هو بالاخر اسمه اصطناعي مثل الورد الاصطناعي لأ حضرتك كده من الزكاء اصطناعي ده كده غباء طبيعي مثل الورد الاصطناعي وانا حضرتك ماليش غير في الورد الطبيعي هو اللي بيريحني هو رسعنا ابوه ومحافظة عليه ورحت كلها كماوي الاصطناعي ده الدكتور قال لي نوابي يطلع حبوبه له اصار جانبية هو بالاخر اسمه اصطناعي ايوة كده ما تدلوش كبير من حجمه ده الزكاء فيك جدا يعني تقريبا كده هنحارب الزكاء الاصطناعي بالتجاهل يعني يا فاكرة عشان اصطناعي فتحت سيطرتنا لما يهنج هنشد الفيشة زي الغسالة كده احلى حاجة ان الاعلام يسهول اللخص الموضوع كان ممكن مثلا يضربوا مثلا بالنانو تكنولوجي بيتدفك شات جي بتيك بس سابوا كل ده وقال لك الزكاء الاصطناعي فيل طب يا عام الحج وإنهم ماسك يبقى مين؟ أبرال حبشي؟ طب ما بدل الخوف يا جماعة ما نستفيد منه يعني حاولوا مثلا تتابعوا أخبار الزكاء الاصطناعي وطوروا من نفسيكم انا عريت عنهم منيح وطابعتهم منيح لا الحج ده تقريبا فاكره اتكوا انت على تويتر لا يا عام الحج الرسالة الأوتوماتيكي اللي بتجيلك عدية ام ديت وتقولك ممكن نتعرف وشحل الرصيد ده مش زكاء الاصطناعي انا مش فاهم انتو خايفين من ايه انت بتخيلم احلى روبوت فاسد اه ده ما انتو قدرش تقول انه سنه كبر وما ينفعش يترشح فترة رئاسية تانية لا لا ده تشحنه ويكون صلاحيوته مدى الحياة او روبوت عم ياخد رسوة في كرمشلو 100 جيجا راماتي عديك من الكارتة فورا حتى الزكاء الاصطناعي مش عارفين نقول عليه حاجة فميلبسوا اوضاع فساد كل السوبر هيروز تكون بشرتهم بيضا ده طالع عنصري كمان معقولة كل السوبر هيرو لونهم ابيض قال امال حمدتي راح فين لا احنا لو عملنا حمدتي سوبر هيرو مش هينفع يكون الرجل عن كبوت هيبقى الرجل الجمل بص عملنا الصورة دي حلوة ازاي بدون كمبيوتر اه يعني خفة الدم دي ان شاء الله طبيعي وانا بقلد الاسواق لحال بجد طب ما تقلدلنا كده اي حد عشان اتأكد ان انت تعاف تقلدي بجد يا فنانة يعني مثلا غنيلي ايه غنيلي غنيلي عالد حكاية بتاعت هاني شاكر بس عايزة ايه بقى بما انه زكاء استنوعي بصوتنا نسي عجرم عالد حكاية عالد هلي بسمايا هلي هلي يا امود حكاية حكاية يا سلام يا سلام على الطرش الاصيل انا قلت برضو دي موهبة مدفونة ياريت نردم عليها اكتر بس انا ليه حاسس بحالة هلع في الاعلام السوري بجد ايه اللي مخوفكم او كده من الذكاء الاصطناعي تقارير اليوم تدلوا بشكل واضح وصريح الى التخلي عن الجهود الانسانية واحتلال الذكاء الصنعي محل الذكاء البشري اللي اتخيل بعد كم سنة يعني قناة العالم سوريا يعني تعمل فينا دق وتجيب شخصيات افتراضية يعني يطلعوا بزمروم نفسك علاء ونفسي انا يعني احنا ببقلنا دور خلاص على اجراء احنا نقعد ببيوتنا قدنا نخاف بصراحة تجي موذيعة بالذكاء الاصطناعي تاخد دورنا هناك محطات تلفازية بدأت باستعمال الذكاء الصنعي بديل عن بعض المذيعين وبرأيهم الذكاء الصنعي لا يخطئ ربما ثغراته نادرة نتاجة يا أبو مكيال تماماً تماماً بزنبتك في ذكاء اصطناعي عرف يعمل التربون كده؟ وحياتك أبداً على فكرة ساحبة الاينان الانردية مش اي ربوت عرف يعملها المشكلة بس لو جبنا ذكاء اصطناعي يقدم نشرة الأخبار هيحي كل المقاسي اللي اتصل في سوريا بشفافية وينفتحنا قدنا نخاف بصراحة تخافي من ايه؟ حضرتك مش شايفة القناة اللي انت فيها؟ انتوا الحد دلوقتي موصلكوش كاميرات الـ HD خايف يا وصلكم الذكاء الاصطناعي؟ ده اللوجو بتاع القناة نفسهم بكسل حضرتك لو الذكاء الاصطناعي احتل الكوكب هيبقى القناة بتاعتكم مركز المقاومة بس يا عم يا بقى بطل مكتان انت كمان بس ما تخافوش يا جماعة ما تخافوش مش معنى ان هم يعني اختراعوا شات جي بي تي اللي بيرد على اي سؤال بإجابة لما صبقنا في تكنولوجيا من قبلهم اختراعنا نشأة جي بي تي بيرد على اي كلام بشتينا بيردش في عين نحن اكيد يا جماعة في عشرين خمسين التعليمات مش هتيجي الإعلاميين على جهاز سامسونج تيجي ازاي؟ يبقى كله لابس شراحة الإلكترونية في دماغه؟ طبعا عارفين النشأة هيلبسها فيه؟ ما عارفش لأي إعلام بيفكر في الاختراع بالهزلية دي بصراحة يعني فكروا في تطبيقاته مرة بجد هتلاقوا مفيدة ومش هتخافوا منه سألوا السيارة الزكية إذا كان على اليمين جدار وعلى اليسار وادي وأمامك طفل كيف تتصرفين؟ أجابت أضرب الطفلة لأنه أقل ضررا عليه إذن نحن أمام غول علمي مجرد من الأحاسيس والشعور والعواطف لا يفكر إلا كما أرادوا له وهذا خطير ده أنت زكاء اصطنوعي مش جدع والله العظيم طبعا ممكن تضرب فرامل بدل ما تدوش الطفل ولا إيه ما عندكش خيارات أخرى أقول علميا مجرد من الأحاسيس أقول مجرد من الشعور والعواطف والأحاسيس تبتأكد أنت تتكلمي عن السيارة الزكية أصلا أنا أعرف متسكل غبي لو على يمينه جدار وشماله وادي وطفل في النص هيقصف التلاتة وبطيارة روسية عارفاه؟ وبدون كمبيوتر طب يجدعنا أنت أكد كده أن الزكاء الاصطناعي بيفكر بالطريقة دية إيه ده هو شهات جبتي؟ خلينا أسأله إذا كنت أقوده سيارة وعلى يمينه جدار وعلى شماله وادي وفي النص طفل ماذا أفعل؟ بصي بص كده الخيارات بص كده أول واحد بص تاني واحد بص تالت واحد ما فيش ضرب طفل خالص حضرتك بس أنا متفق معاك فاكل الزكاء الاصطناعي الجدعان لازم يبقى نظام بشري عشان ما يقتلش الأطفال عن طريق الغلط أوكي يقصفهم من الجو بطيارة روسية أوكي ما عندناش مشكلة بنيات موافقين عليها طب أنا نخرج من سوريا شوية ونشوف دولة تانية يتكلمنا في مخاطر الزكاء الاصطناعي أنا عايز دولة كده ممكن فعلا يهديدها الزكاء ده وأظن ما فيش حسن من لبنان ضيفنا رح نحن يحكي الدكتور فايسال مصلح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في عدة جامعات لبنانية هل وصلنا لما حال نقول نحن أمام نهاية العالم أو نهاية البشرية مش هما نكون يعني اللي عم بفرجينا أنه البيئة ومخاطرها وشو عم بيصير بالعالم والتلوث البيئي ومخاطره بعدنا عند فكرة هيدة نظرية مؤامرة في حدا عم بيلعب بالبيئة العالمية وصولا إلى تدمير البشرية تيكون في سكان جدد هل رح يصير في تكاثر للزكاء الاصطناعي على صعيد البشر يعني إيه؟ عشان تفرحنا بقى يا سيدة تضيف ولا إيه؟ قولي هل فيه ربوطة كده ولا كده متكلم عليها؟ يفتدر فيه مستقبل للعلاقة دياته؟ لأ أصل ممكن أهل العريس ما يقبلوش بروبوتة صنع تايوان مش أقل من الأشرفية أو الحمرة أكيد بقى البنت هتتنك وتطلب خمسين تيرابايت شبكة زي بنت أختها فهموا تقولوا أنت مش قلال يا وات يلا ننزل حالة نمولك كمبيوتر لنقلك أحسن كيسة تكاثر للزكاء الاصطناعي تقريبا فكرهم أرانل بس والله مشروع مربع تجيب زكاء دكر وزكاء نتاية ونحطهم جوا موزر بورد هم بقى هتكاسروا ونبيعهم نصدر بعدين أنا عايز أفهم إيه نهاية العالم ونهاية البشرية بقى ما العالم لو انتهى تنتهي البشرية وهينتهى معايز زكاء الاصطناعي عشان مفيش عالم يعيش فيه تدمير البشرية تايكون في سكان جدد يعني خطط الزكاء الاصطناعي طلعت عايز يأجر كل أرضي أجر جديد؟ بعدين سؤال هو أنت جايبة أساس علوم السياسية يناقش التكاثر بين الإنسان والروبوت؟ الموضوع ده محتاج؟ الدكتور هيبه قطب أنا متأكد أن المجوعة عايز يسألها هل اقتربنا من نهاية الفقرة؟ لا 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 بس التنهيدة دي كلها يعني وراها إجابة منطقية لا لازم أسمع من حضرتك رد على السؤال بتاع التكاثر ده يا دكتور علوم السياسية هذا الموضوع كتير خطير لح نشهده بفترة ما أنا بعيدة أبداً زواج من الروبوتات أو زواج الروبوتات من بعض أو وجود الروبوت داخل الأسرة هو شي طبيعي وارد لقدرات الذكاء الاصطناعي طبعاً مقادر يخلق هادي الـ DNA يخلق هادي الجينات ومقادر ينجب إذا بين روبوت وأمرأة مقادر ينجب لأنه قادر يبثوا بالرحم طبع المرأة مقادر ينجب أكيد ولد بشري ولكن هو بقدرات هائلة طب دول هيتكسروا بالوراثة ولا بإصدارات صوفت وير؟ دكتور انت شكلك كنت نطبق على فيلم إيروم مان النسخة السيري إكس قبل ما تيجي اللقاء صح؟ تعالي فعلاً؟ بقول لك أنا عايزك تعالي تعالي يعني بأنك خبير في تزوج الروبوتات وكده بين وبينك بصراحة الست الروبوتاتة دية ميكادية برضو ولا لأ؟ فأنا ياسف فاكس خيالك وصل لدرجة أن هما ممكن يخلفوا كمان موقع بقدرات هائلة لا طبعاً مفيش تعليم الواد هينزل متسطة بجاهز على سوق العمل طبعاً وحضرتك مش قاس انت خلف تاني ممكن تاخدوا كوبي على فلاشة لو هنج منك دوس على سروطه هيعمل رستارت طبعاً الواد ده مش هيكبر انت بتزود له رمات أو تغير كرت الشاشة على فكرة كل هبع عبس ده في الآخر أبا يطلع ينكر الناس بيقول اقسم باللمة ربوتاتي عشتنا عندي مخرجين يوس بي وهم تلاتة ازاي؟ اقنيعين ازاي حضرتك يعني؟ طبعاً بقى وقتها مفيش محاكم انت تشوف مراتك طبعاً انه توكيل وتروح تقدم شاكو استنون أهلا بيكم مرة تانية النهاردة هنتكلم عن الأفكار الاقتصادية اللي بتصنع دول عالم أول أفكار ثورية برا الصندوق غيرت مفهم الاستثمار وحاولت الأزمات بتاعتنا لمكاسب اقتصادية طبعاً احنا متفقين ان اي فكرة مشروع بيحتاج دراسة جدوى عشان تقيم الفرصة وتتأكد من نجاحها أحسن ما تلمي فلوسك في الأرض خصوصاً يعني لو مشاريع تجارية قصيرة الأجل بس دراسة الجدوى بتتطلب في المشاريع التجارية قصيرة الأجل في مشاريع تانية بقى طويلة الأجل وراس مالها أضعاف اللي بنتكلم فيه مشاريع ما بتحتاجش إذن الدولة أو السكان ما بتستناش طرح في البورصة عشان تتأسس ولا مقر عشان تتوسع مهما كانت عوقبها الاقتصادية والاجتماعية ومهما لوست البيئة بتفضل برضو مكملة طبعاً زي ما انتم شعيفين ده استثمار خطر لأن في الأساس لا هي أرضك ولا بلدك انت بتحكيها عشان تجيب رزقها حرفياً انت بترمي فلوسك في الأرض على أمل تقبل الرشوة وتبقى بتاعتك للأبد ودي اللي بيسموها المشاريع الاستيطانية مشاريع رسمة لها سلاح وزخيرة وشوية مهاجرين حلوين هدفهم مش مجرد نهب الخيرات البلد زي أي استعمار انت بتنهى بالخير والأرض والتاريخ وتستغلف ده السكان الأصليين اتنفذت مرحلتين من المشاريع الاستيطانية في أمريكا وأستراليا ونفحت بشكل مبهر ومخيف في نفس الوقت لأن بسببها انتهى نسل السكان الأصليين وباية الأرض بالدين بثقافة المهاجرين بس بس النجاح في المرحلتين دول مدامش والمرحلة الثالثة من المشروع عصلا جيت معهم شوية مش عارفين يكونوا دولة مستقرة ثقافة المهاجرين في إسرائيل مش راضية تطبع مع الأرض ومع كل انتفاضة العالم بيتأكد أكتر ان السكان الأصليين كانوا فلسطينيين عشان كده احنا محتاجين نعد النظر ونعمل لكم دراسة جدوى للمشروع الاستيطاني ده عشان نتأكد هو ناجح ولا بيهدد بزواله واحد من أهدف إسرائيل كان إقامة دولة يهودية نقية النسل تحافظ على العرق اليهودي هدف مهم لكن في مرماهم لأن لو جند إسرائيلي دافع عنهم وتصاب إصابة بلغة هيدخل المستشفى وتنقله دم فلسطيني إيه ده؟ تقول إزاي؟ أقول لك ماذا؟ اللي أنا جاي أكلمك فيه الطباء العمليات بيستخدموا خلايا وأنسكت وأعضاء حية لضحايا فلسطينيين اتقتلوا في العمليات العسكرية أو مش كفاية سرق الروح وعمر البناء آدم فمن بيتجره في أعضاءه؟ لو مش بالصفات طب إزاي عرق يهودي نقي والبلد كلهم هاجرين من كل القرات؟ على كده بقى الجيل الجديد هيبقى عن قسوس طب بلاش؟ إسرائيل عندها عجز في الميزانية ب 17 مليار شكل بس في نفس الوقت عندها انت عاشة في منوق الجلد والأعضاء هتقول إزاي؟ ولك ما دي غنايم جرائمهم من الانتفاضة الأولى لحد الحرب على غزة؟ واضح إن الهدف من العرق الواحد تبريد التطهير العرق اللي بيحسب ويبقى الفلسطينيين حقلوا تجارب عند الإسرائيليين ساعتها بس هتبقى الكارثة هي مكسب الاقتصادي ديهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل كانوا بتعرضوا لاختبارات طبية قدت لإن خمس تلاف فلسطيني معتقل اتصاب بمرض السرطان بس في المقابل باعت إسرائيل ألاف العققير الطبية اللي داو الدول العالم اتجسست إسرائيل عن طريق نظام بيكاسوس على الفلسطينيين وتسببت الاختراقات دي في استهداف الكتير في بيوتر بس في المقابل باعت النظام لدول عربية ونظر السمعة خدت إرشين حلوية مش غريب بعد صفقة سلاح مع إسرائيل تلاقي مجزرة جمعية في رواندا أو بعد ما يقايدوا الرئيس التشيلي تلاقي بيرتكب مجازر ضد شعبه أو بعد ما ملف التطبيع يشتغل مع السودان تحصل حرب أهلية أو يعني بعد ما بنوا دولة من الجدران العنصرية لهم يعملوا بأولاد أبرتايد ويبنوا جدران في البلاد اللي بتحلم بالاستعمار لأ وبعد ما احتلوا المجال الجو اللي غزر أكتر من عشرين سنة ممكن تلاقوهم تطوروا تقنيات حديثة يصدروها للغرب وتساعد في استهداب مراكب الهجرة الغير الشرعية في البحر عشان يعني لهم ما متوش من الموج يموتوا من قصف وسيرات إسرائيلية قعدوا عشرات السنين يبنوا قبة حديدية وسعر الساروخ الواحد يوصل حواليه الخمسين ألف دولار بس بعد اختبارات كتير عرفوا يسوا قوله واتبع لحد زبون في نفس المنطقة العربية اللي احنا فيها عشان يجربوا فيها كل الأفكار الشيطانية ديت ما كانتش هتتباع إلا لما تكون موثوقة عشان اتجربت في أهل فلسطين وغز طب أوكي نسبنا من أهداف قيام دولته ونركز على أهداف إسرائيل من العدوان الأخير على غز قالوا إن هدفهم القضاء على المقاومة وتقليص الأسرة بس وإحنا على عتاب هدنة ووقف لإطلاق النار حسب ما بنسمع في الأخبار هم يعتبر محاقوش أي حاجة من الأهداف المعلنة كل عدوانهم كان ضد عشرات الألاف من المدنيين بما فيهم الأسرة بتوحهم اللي قالوا إن احنا عايزين نحررهم أموال إيه مكسبهم؟ المكسب إن هم استغلوا الحرب عشان يسواوا الأسلحتهم ودي مش حاجة جديدة عليهم شفناهم هم حتى بيعرضوا بكل فجاجة تفجير المباني الفضية طب ليه؟ وقتل إخواتنا بدان مبارد بأسلحة مختلفة برضو ليه؟ إن الكرسى بالنسبة لهم فيعتبروها مكسب اقتصادي ده غير إن هم عرفوا عيوب الأسلحة اللي عندهم زي مثلا إن المركبة محتاجة أنت ياسين عشان تتبعه ولكل يشتريه وإن الجند الإسرائيلي بـ 2 جنيه ونص وما بتكسرش آه مشروع إسرائيلي للإستاني مربح اقتصادية بس فكرة إن مفيش حدود للشر بتزود المخاطر وطول ما إحنا سايبين الكائن ده موجود وسطينا وشايف نجاح مشاريعه في الأسلحة واتجارة الأعضاء مش هيئس غير لما ينجح في مشروعه للإستاني ويتوسع وفجأة نلاقيه وسطينا كلنا وديكوا شايفين حلوقها عاملة إزاي؟ في نهاية الحلقة بنفكركم لو بتشوفونا من خلال السوشيال ميديا تقدروا تشوفونا كل خميس حصري على التلفزيون العربي في الأوقات والتردودات إلى تحت لينك الفيديو ده اشتركوا في قناة جو وشو على اليوتيوب وفعالوا زر التنبيهات هيوصركم جديد ناول باول أصبع على خير أشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من جو وشو